هتكلم دلوقتي عن الكمبيليمنت ريسيبتورز. دي عبارة عن ريسيبتورز موجود على السيرفس بتاعت السيلز. اه وتعمل بايندج لكمبيليمنت فراجمنتز. تمام كده. اه جدول ده هنشرح فيه بالتفصيل كده كل نوع انواع الريسيبتورز ايه? هنشرح هنا هنا الطايب هنا الليجاند. هنا موجود على انهي سيلز. وهنا بتاعت الايه الريسيبتور دي. هنبتدي باول واحد بالCR1 او CD35. ده بيعمل ايه? بيعمل للسي ثري بي والسي فور بي والان اكتيفيتد سي ثري بي. ده يعتبر هاي افينيتي ريسيبتورز. اه اه موجود فين? موجود على كل البوم مارو درايفيد سيلز تريبا. تمام? الاربسيز المونوسيت والماكروفيجز. النيتروفيز الازينوفيلز البيوتيلينفوسايتز. تمام? يبقى بوم مارو درايفيد سيلز. بالاضافة الى فوليكيلر دينتريتك سيلز اللي هي دينتريتك سيلز. مش مش بوم مارو. الارجم بتاع مش من البوم مارو. تمام? زي ما شروحناها قبل كده. ودي موجودة الموجودة في الساكندري. تمام? طيب الفاكشن بقية الرمoud ايه بقى? اول حاجة. الوبسناعزيزيشن هو انهانسد فاغو سيتوجيس. زي ما انتفقنا قبل كده. ان ال C3B وال C4B دول بيعملوا اكت از اوبسنين بيعدوا بيعملوا اتشمنت للميكروبيا السيرفس. تمام? تيجي بقى الميكروفاج مسلا عليها ريسيبتور لل CR1 ريسيبتور اللي هي بتعم اللي جند بتاع C4B وال C3B اللي هم موجودين على السيرفس بتاع البوطيجين باتالي سيحصل للميكروبيا السيرفس ده مع الريسيبتور اللي موجودة على الميكروبيا السيرفس وبتعمل للميكروب التالي في الاخر تعمله ايه ايه? مش بس القصه دي هي كمان بتعمل تمام عشان يعني بعد ما يحصل البييندينج ده بايندينج ما غير والحاجة يبيعمل عشان تعمل انهانسمنت للمايكروبيو سايدل ميكينيزمس اوف دفاكو سايدز تبدأ الفاكو سايدز بقى ايه بالمايكروبيو سايدل الاكشن اللي موجودة عنديها يبقى انهانسد تبدأ تعمل دستراكشن الميكروبز يبقى دي اول واحدة اللي هي اوبصنالزيشن تاني واحدة اللي هي ده بقى ايه ده ميزة اللي هو ده اللي بيعملو مين السي ار ون اللي موجودة على الاربسيز تمام دي بتعمل بايندينج لسيركوليتنج ايه respondent كومبليكسس اللي هيا تبقى اتاجد لل للسي ثري بي والسي فور بي تمام اه فيه اتاج ليهم امينو كومبليكسس الاربسيز عليها سي ار وان اللي هو بعمل بايندينج للاتنين دول اللي هما الاتاج للامينو كومبليكسس فبالتالي الاربسيز وهي بتمشي اه بتعمل بتاعتها بتشوف اي امينو كومبليكسس موجود في الدم اه وعن طريق سي ار وان بتقدر تعمل بايندينج للامينو كومبليكسس عن طريق السي ثري بي والسي فور بي الاتاج دي تمام اه وبالتالي اه تقدر ترخبه الارتكلو انسيال السيستم اللي في الليفر او في الاسبيلين ووظفة السيستم دقيق ان هو يعمل ريموفة للامينو كومبليكسس من السيركس بتاع الاربسيز دي من غير ما يعمل دستركشن الاربسيز والحال الاربسيز بتطلع عادي بعد كده بتعمل ري سيركوليشن تمام يبقى دي اه تاني خطوة اللي هي كليرانس اوف اميون كومبليكسس تلات خطوة اللي هي ايه اللي هي ريجوليتور اوف كومبليمت اكتيفيشن تمام بيحصل ايه بيحصل عن طريق السي اروان ده بيعمل ايه بيعمل بايندك للسي ثري بي والسي فور بي الموجودين في السي ثري كومبيرتيز بتاع الكلاسيكا الباثوي والالتونيات الباثوي تمام اه فبالتالي بيعمل دي من السي ثري كومبيرتيز قصب يبقاش موجود تمام فبالتالي ده ريجوليتوري ميكانيزم عشان ايه عشان يعمل ريجوليتوريشن لكومبليمت اكتيفيشن يبقى السي اروان الوحيدة من اللي ليها ريجوليتوري ميكانيزمي تمام بقى نما تعمل بايندك للسي ثري بي والسي فور بي اللي هي خادتهم من السي ثري كومبيرتيز بتاعت فيه نشتغل بقى هيك كفاكتور لفاكتور تيريزم فاكتور ايتش فاكتور ايتش اللي بيجي بيعمل ايه دي سي ثري بي والسي فور بي اللي هم مربوطين بالسي اروان تمام فهو ده دور بتاع في الريجوليشن بتاع الكمبليمت اكتيفيشن تمام دي سي ثري كومبيرتيزز تمام يبقى ثلاثة فانكشن للسي اروان اه الاوبسوليزيشن تمام خلاص اه بتمكن الماكروفاج انها تقدر بتاكل الميكروبس عن طريق ان هي بتتغطى بالسي ثري بي والسي فور بي والميكروفاج عليها الريسيبتر اللي هي سي اروان فبالتالي بتقدر تعمل انترناليزيشن للايه للميكروب عن طريق الكمبليمت بسيبتر وان تاني واحدة كليرنس اف اميون كومبليكسز عن طريق الاربسيز اللي هي بتقدر تعمل باينديم لسي ثري بي والسي فور بي الموجودين اعتاج للامينو كومبليكسز وبعد كده بتدخل الاربسيز بالامينو كومبليكسز اللي عليها للريتكلار اندسيلي سيستم وبتعمل رموف الاي للامينو كومبليكسز وتكمل الاربسيز بقى كده السيركوليشن بداعها تاني اخر واحدة اللي هي الكمبيلومنت رجولاتري فانكشن بتعمل ديستيشيشن للسي ثري كومبيرتيزيز وانها بتعمل باينديم لسي ثري بي والسي فور بي خلاص فبتعمل ديستيشيشن لي نفس الوقت تعمل وتبقى كوفاكتور سي ار وان ده كوفاكتور لفاكتور اسمه فاكتور اي فاكتور اي ده بيعمل كليفش للسي ثري بي والسي فور بي دول التلاتة فانكشن بتاعة السي ار وان مولوكيو ده زي ما هنا ده هاي افينيتي رسيبتور للكمبيلومنت راجمينتز تاني نوع منكمبيلومنت رسيبتور السي ار تو اولي اسمه التاني اللي هو سي دي تونتي وان اه لو تفتكروا اه ده اللي هو بارت اوف كوري سيبتور بي سيل كوري سيبتور كومبليكس اه كوري سيبتور كومبليكس عبارة عن ثلاثة مولوكيوز اه ال سي دي تونتي وان او سي ار تو والسي دي ناينتين هو بي سيل بان ماركر والثالثة اللي هو سي دي اي تي وان تمام؟ اللي هو تابة وان دول اللي بيمثلوا بي سيل كوري سيبتور تمام؟ اه المهم سي دي سي ار تو ده بيعمل بايندينج لايه؟ ايه اللي جاند بتاعه؟ اللي جاند بتاعه تحديدا اللي هي السي اه ثري بي فراجمنتز سي ثري بي فراجمنتز تمام؟ السي ثري بي فراجمنتز زي مين؟ زي السي ثري دي والسي ثري دي جي والآي سي ثري بي تمام؟ دول كلهم الفراجمنتز اللي بينتجوا عن طريق البيروتيوليسيز ده بيعملوا فاكتور اتش في السي ثري بي تمام؟ يبقى هو السي ار تو ده مرتبط بالكمبليمنت آآآسي ثري بي آآآآ فراجمنت آآآ كليفش بروضوفتم تمام؟ طيب موجود فيه موجود على البي سيلس؟ عشان زي ما اتفقنا بعد كده هو ده بارتو بي سيلرسيبتور كومبليكس فطبيعا هو موجود على البي سيلز موجود كمان على فوليكولر ديندريتيك سيلز تمام؟ ايه الفنكشن بتاعته بقى الـ CR2 ده؟ اول حاجة قلنا انه هو بارت اوف بي سيلرسيبتور اه ليه رول في البي سيل اكتيبيشن تمام؟ مع الCD19 وCD81 تمام؟ بيعمل ويدgunتم إداخل توفي تحتوى تحتوى البي سيلرسيبتور كمان تعتز النظار ثاني حاجة، بيعمل حاجة اسمıyla الـ موجودة في الاء السيطان يوجد السيطان في tournament نوجودة في السيطان التوجيليكولرار في . التمام؟ профوليكولور ديندريتك سلز دي اسمها فوليكلور dig عشان موجودة في بتاعت تمام، نسمها دي موجودة اصلا آآ هناك شكلها زى ال ديندريتك سلز بالظلط بس هيا مش مش بمورد رايفد سل. دي وظيفتها ان هي عليها السي ارتو. السي ارتو ده ده بيعمل بايندينج للفراجمنتز دي. تمام? الفراجمنتز دي بتكون اتاج للاميونو كومبليكسس. عبارة عن ايه? عبارة عن انتجن انتبادي. كومبليكس. تمام? الانتجنز الموجودة على الاميونو كومبليكسس. اللي هي مرتبط بيها السي ثري بي فراجمنتز دي. بتتحد اه بتبقى ايكسي بريزد او تبقى موجود او ترابد في الجيرمينر سنتر بتاعت الاميونو كومبليكس. عن طريقه فراجمنتز. تمام? فبالتالي البي سيلز لما تيجي في مراحل بتاعتها بتتعرض عليها كل الانتجنز. هتشوف الانتجن نهاية سبسيفيك ليه وحصل لها اكتيفيشن. تمام? فدي طريقة ظريفة ان هي هتلمي الانتجن من البلط. تمام? وتبقى موجودة على الفلكرديندريتك سيلز. تمام? بحيث البي سيلز تقدر تشوف الانتجن بتاعتها. اصلا لها نايف بي سيلز تشوف الانتجن بتاعها. وعن طريقه بحصل لها اكتيفيشن. تمام? يبقى دي كده اللي هي الايه? الطريقة التانية اللي هي ترابد في انتجن. اخر حاجة اللي هي اكت از ريسبتور فور اي بي في بشتايم بار فيروس. اللي هو بيسبب الانفكشوس مونونيكليوزيز. انت عارفين الفيروس ده مكانه بيبقى فين? البي سيلز هو التارجت بتاعه. هي الريسبتور اللي بدخل منها عن طريقها على البي سيلز هي سي ار تو. تمام? وممكن يقعد جوه بيبقى في الانفكتد بي سيلز فور لايف كمان. تمام? بس فهو ده ده الرول التالت بتاع الايه? الرسي ار تو. تبقى تلاتة رولز اول حاجة. part اف بي سيل كوري سيكتورز فور بي سيل اكتيفيشن. تاني حاجة ترابينج ده قلنا بيحصل ازاي? بيحصل ان الانتجين دي بتبقى جزء من الانتجين انتبادي كومبليكس او الميونو كومبليكس. اللي هو اه التاج للكمبليمت فراجمينز اللي هي بتتعرف عليها سي ار تو الموجودة على فوليكري ديندريتك سيل اللي هي جوه الجيرمينال سنتر. تمام? فبالتالي بتدي فرصة للبي سيلز اللي هي بحصلها. اه اللي تبقى نييف بي سيلز اللي هي بتدور على الانتجين بتاعها. نيتقابل الانتجين بتاعها في الانفويد فوليكينز. وبالتالي ايه? بالتالي هي حصلها اكتيفيشن. اه بعد كده عندنا الاخر حاجة اللي هي رسيبتور فور ابشتاين بار بايوس. اه النوع بالتالي منكم الميت رسيبتور اسمه ماك وان او ماكروفاج بروتين وان. اه ده بيعمل بايندينج لل اي سي تري بي. موجود فيه موجود على ماكروفاجيز والمونوسايتز. موجود على نيتروفيلز. موجود على فوليكري ديندريتك سيلز. بيعمل ايه؟ بيعمل بيعمل اوبسونيزيشن وستيميليشن وفاكوسيتوز بنفس الطريقة بالضبط اللي بيعملها سي ار وان. تمام? اه فيه فانكشن تانية للسي ار تري ده. اه ان هو اكت از اديجن مولوكيول. تمام? الادهيجن مولوكيولز دي عبارة عن فاميلي كبيرة تضم كزا جروب منها الانتيجرينز ومنها الانترا سيلر اديجن مولوكيولز وحاجات تانية. الانتيجرينز دي عبارة عن مولوكيولز لها الفا تشين وبيتا تشين. تمام? اه احنا احنا عندنا هنا. ده واحد من الانتيجرينز. تمام? واحد من الادهيجن مولوكيولز اللي هي الانتيجرينز. ده هو مين? اللي هو سي دي اليفن بي? سي دي اتين. اه اتين. سي دي اتين. تمام? ده يمثل السي ار تري. تمام? عبارة عن الالفا تشين بتاعته سي دي اليفن بي. والسي دي اتين ده البيتا تشين. تمام? ده زي ما قلنا موجود عن النيتروفيل والمكروفاجز والمونوسايت والفوليكيلر ديندريتك سيتز. اللي جند بتاعه مين بقى? غير الاي سي ثري بي. في لي جند اتين اللي هو الاي كام 1. انترسيلر ادهيجن مولوكيول 1. تمام? ده موجود على موجود في كذا سيل منها الاندوثيريا السيت. ده بيستخدم في الادهيجن مولوكيولز دول? بيستخدموا انهما بتاعهم بيسهل بتاعت النيتروفيلز والمونوسايت او المكروفاجز من مكان لمكان عن طريق الاندوثيليم. تمام? بيبقى الميجريشن من المكان اللي فيه الاو كونسنتريشن من الادهيجن مولوكيولز للمكان اللي فيه اعلى كونسنتريشن من الادهيجن مولوكيولز تمام? اه اخوه بقى التاني اللي هو مين? اللي هو اه الـ cd11c cd18. اللي هو الكملومينترسيبتور طايف فور. تمام? طايف فور برضو ده من الانتجرينز. اول برضو على النيتروفيل والماكروفاج والمونو موجود على الدينتراتيكسل. تمام? اه برضو بيعمل بايندينج الانترسيرر اديجر مولوكيول 1. اي كام 1. تمام? تبقى الاثنين دول من الانتجرينز بيقليهم فانكشن تانية انهما اكت اس كومبليمنت ريسيبتور. تمام? في واحد تاني من نفس العيلة شبههم. ده الالفا تشين ودي البيتا تشين. ليه اسم تاني لفا 1. ليكوستيك فانكشن انتجين 1. ده موجود فين موجود على تي سيلز. تي سيلز. والليجند بتاعه اللي هو الاي كام 1 و 2 و 3 و 5. تمام? واحدة من الفانكشن بتاعته انه هو بيساعد على الادهيجن ما بين تي سيلز والانتجن برزينتج سيل. لفترة كافية بيحصل لغاية ما يحصل تي سيل اكتيفيشن. تمام? فده واحدة من استخدمات بتاعته. هنشرحه في الاي? في الاكتيفيشن اف تي سيلز بعد كده. تمام? يبقى خلاص عرفنا كده النوع اللي هو الكمبيلومت ريسيبتور التالت. النوع ده اللي هو ايه? الماك 1. او بالضبط. برضو اه بيشتغل بوظفتين. اه اه بيعمل بايندنج للاناكتيفيتد سي ثري بي. وبيعمل واستيميليشن الفاكوسايتوزيس. والفانكشن الثانية برضو. انه هو اكت از اتيجون ملكيول. وبيعمل برضو ايه? بيتحد مع الاي كام 1. وبيعمل نفس الفانكشن اللي هي بيسهل المايكريشن الايكو سايتس اه اه على الانديثيليم. غير ما توصل لسايت اوف انفكشن. مهم? موجود فين هنا؟ موجود على نفس الخلايا تقريبا. الماكروفاجيس والمونوسايتس. النوتروفيلس. والديندريتيك سيلز بدلا من الفوليكيلور ديندريتيك سيلز. اخر واحد فيه في المجموعة ديه وهو crici. اللي هو صار. the component receptor of the immunoglobulin ثاملي. تمام? ليس hamuhe كده عشان هو اهז نفس الوقت. عليه اه اه اكسترا اه الاكستصري الرجون. الاكستصري الرجون ده. اه متكاوم من نفس الدمين. بتكاوم من نفس الدمين بتاعت الاميونو جلوبليات. تمام? عشان كده ساموه cr. component receptor. ig. اللي هو بيلونج تو. اميونو جلوبين تمام؟ طيب موجود فين بقى الاخ ده؟ موجود على في الماكروفاجيز الماكروفاجيز زي يمين؟ زي التيشو ريزدت ماكروفاجيز اللي هي موجودة في التيشوز موجودة اكتر حادة على الهيباتيك الماكروفاجيز اللي هي الكابفارسيلز تمام؟ هدفه ايه بقى؟ لأنه هو من الباينديج اللي بتوعلي هما C3P والI C3P تمام؟ ده يمثل اللي هو بيعمل تمام؟ اللي هي كوتد بالC3P والIC3P تمام؟ هو ده النوع ده بيعمل لهم وبالتالي بيمكن الكفارسيلز او اي تشو ريزدت ميكروفاجيز الناحية تعمل فاكوسيتوزز الميكروب اللي هو الكوتد باي ايه؟ باي اه باي القمبلمنت فراجميز دي تمام؟ عشان كده هو افكتف اه اه اجينست البلاد بور باثجينز او سيركولي تنج باثجينز فنعمل زمن ريساري على المجموعة من الكمبيلومنترسيبتور الكمبيلومنترسيبتور دي لها علاقة كلها المجموعة دي بالذات لها علاقة بالسي تري بي او سي فور بي او الفراغمنتز بتاعته تمام كده قولنا اولهم الطيب وان كومبيلومنترسيبتور اللي هو cd35 وطيب 2 اللي هو cd21 وطيب 3 اللي هو الماك 1 وطيب 4 وcrig الطيب وان ده قولنا موجود فين موجود في كل بوم مارو درايفيد سيلس موجود كمان في الفوليكلورد اندريتك سيلس ووظفت الثلاث حاجات الاوبصينايزيشن اللي هي موجودة على الاربسيس تمام دي السيشيشن انه هو اكت اس كو فاكتور لفاكتور اي زي ما شرحنا قبل كده الديجنت اللي بتوع اللي هما c3b والان اكتيباتد c3b تمام ده اول واحد رقم اثنين ده قولنا عليه انه هو واحد من ثلاثة موليكيول اللي هما cd21 ده اللي معانها بقى كده cd81 بقى كده cd19 تمام ده بيعمل اللي جند بتاعه مين اللي هما الفراجمنت بتاعه c3b اللي هي الان اكتيباتد c3b c3 c3dg و c3d تمام موجود فين موجود على البي سيلس طبعا عشان ايه عشان خاصت انه هو بارت اوف بي سيل كوريسيبتورس موجود كمان على فوليكولورد اندريتك سيلس تمام وظفته ايه كبالنسبة البي سيل هو وظفته انه هو اكت اس بي سيل بي سيل كوري سيبتورس فور بي سيل اكتيباشن تمام بالنسبة الفوليكولد اندريتك سيلس بيعمل ترابنج للانتيجينس ان جرمينال سيترس يعنى الفوليكولد اندريتك سيلس موجودة في جرمينال سينتر او في الفوليكولز ايه باتخالي فرصة للبي سيلس انها تتعرف على الانتيجينس بتاعه واخر حاجة اللي هاي بتعمل البي شتين بار بيروس تمام بعد كده الانواع التانية اللي هم وCR3 وCR4 دول شبه بعض دول إنتيجرينز وشرحناهم معناهم إيه تمام الليجند بتاعهم IC3P وهنا IC3P تمام موجودين في هنا على المونو والماكروفاجيز والميوترو والفوليكر دينتريتك سيلز هنا برضو نفس الخلايا مع عدد تختلف فيها نهاية الدينتريتك سيلز بدل الفوليكر دينتريتك سيلز ووظيفة الأساسية بتاعتهم الأوبسونيزيشان زي ما شرحنا في CR1 اكتئاز ادهيجان ملوكيولز فليهم وظيفة تانية اللي هم إيه ليكوسايد ادهيجان وده انديو سيليم عشان تساهل الميجريشان بتاعه تمام الليجند بتاعه في الحالة دي حيبقى ICAM1 بالإدنين تمام دول اللي هم النوع الثالث والرابع دول شبه بعض آخر واحد قلنا اللي هو CRIG اللي هو كومبل بنترسيبتور أوف اميونو جلوبيلين فاميلي تمام ده الليجند بتاعته C3P والIC3P ده موجود فيه في التشوريزة ميكروفاجيز واهمهم الميكروفاجيز الموجودة جوه الهيباتيك سايتس جوه اللي هم الهيباتيك ميكروفاجيز او الكافرسيز وصفتها ايه بتعمل كيليرانس او فاجو سايتوزيز او سيركوليتينج باثيجينز تمام اي باثيجينز بعدي على السيركوليشن تمام او بلاد بورن باثيجينز هم مسؤولين على ان هم يعملوا فاجو سايتوزيز للكومبليمنت القوتينج كومبليمنت القوتينج اللي هم الميكروفاجيز تمام بالمجموعة الثانية من الكومبليمنت ريسبتورز هي اقل اهمية من المجموعة الاولانية تمام هي ليجان بتاعتها في الاساس اللي هو الـ الانفلاتوكسنز زي الـ C5A والـ C3A تمام اول الـ Proceptor عندنا ده هو C5A ريسبتور تمام او اسمه التاني CD88 تمام ده بيعمل بايندينج للـ CD5A موجود فيه موجود عن الميكروفاجيز والنيتروفيل والـ endothelial cells والـ mast cells تمام الرول بتاعه وهو مش مفهوم قوي بس هو بيعمل activation DG protein بتاع السيلز تي وبيعمل لها النهاية بخاليها تدي اكشا معين او اكشا معينة او اكشا معينة احنا عارفين ده انفلاتوكسن فبالتالي لو مثلا على المصد سل بيساعد ان المصد سل دي تحصلها دي جرانيوليشن وريليز الميديدورس بتاعتها زي الاستامين الـ endothelial cells بيساعد في الـ وانكريز دي باسكولار فرميابيليتي اكتفيشن للنيتروفيل وماكروفاجيز تمام ده جزء من الفنكشن بتاعت الـ C5A بيعملها عن طريق الـ شبهه برضو اللي هو الـ الـ C3A receptors نفس القصة هو موجود عليهم كلهم معادة مش موجود بس عن نيتروفيلز تمام وبيعمل اكشن قريب جدا من الـ اكشن بتاع الـ C5 في بقى واحد تاني اسمه C5L2 C5L2 ده ده برضو بيعمل بايدن للـ C5A تمام بس ده ايه بقى ده بيعمل الـ C5A receptor تمام هو بيقوم بفنكشن اسمها ديكوي ريسبتور ديكوي يعني ايه؟ يعني ريسبتور تاني بينافس الريسبتور الأصلي على الليجند تمام؟ يعني سي عندنا فيه اتنين ريسبتور الـ C5A و C5L2 ده تمام؟ دول الاتنين الليجند بتاعهم واحد تمام؟ وظيفة الأخ ده ان هو يمنع الليجند ده ان هو يتوافر بكسة ده الـ C5A receptors فبالتالي بيعمل له regulation أو او انهيبشن او ده الطريقة دي اسمها ديكويينج او ده او ده اكت اس ديكوي ريسبتور تمام؟ وبيعمل الـ regulation للفنكشن بتاعت الـ C5A receptors تمام؟ موجود فيه موجود في النتروفيز وموجود في الماكرو فيجز تمام؟ بعد كده مع regulation of complement activation تمام؟ الـ regulation اللي بيحث على تلاقي الـ phases كلها اللي حكينا عليها قبل كده اللي هي initiation phase وعند C3 و C5 convertase phase والمك phase تمام؟ الـ initiation regulator الوحيد اللي هو C1 inhibitor تصار C1 INH inhibitor وفيه بعد كده C3 and C5 convertase regulators تمام؟ اغلبها بيبقى بيعمل الـ association للـ C3 convertase او C5 convertase من الاجزاء الاجزاء بتاعت كلها بتبع بعضها عن بعضيها وبيدخل معها الفكتور اي تمام؟ فيه منها ملوكيورس بيدخل معها الفكتور اي عشان بيعمل cleavage للـ C3B او C5B الموجودين بالتابل ده خلينا نقدر نشرح الـ regulators واحد واحد تمام؟ regulator هنا والـ legend هنا والـ action تمام؟ اول مجموعة اللي هي في البلازمة اول واحد فيهم اللي هو C1 INH inhibitor اللي هو ده شغال على الـ initiation بيعمل ايه؟ بيعمل legend بتاعه اللي هو C1R و C1S بتاع C1 ملوكيور و الماسب 2 بتاع الفكولين والـ MBL وبيعمل ايه؟ بيعمل displacement للـ C1R و C1S من الـ C1 تمام؟ بيعمل displacement للماسب 2 من الـ MBL والفكولين تمام؟ ثانية واحدة هو C4 binding protein تمام؟ ده اللي كان بتاعه ايه؟ C4B C4B تمام؟ احنا عرفين ان احنا C4B ده داخل في تكوين Classical pathway C3 Convertease و C5 Convertease هو بيعمل ايه بقى الـ binding protein ده؟ بيعمل binding للـ C4 ده بيعمل dissociation الـ C3 Convertease و الـ C5 Convertease بتاع Classical pathway ياخده كده على جنب ده C4B ويبعده عن طول تمام؟ وبعد كده ثانية خطوة بيشتغلكه فكتور 4 فكتور i فكتور i ده بيجي يعمل cleavage للـ C4B تمام؟ طيب هو ده وظفته انه هو المساعد بتاعه بياخد C4B يعمل له binding المساعدة عشان الفكتور i يجي يقصر تمام؟ في واحد اسمه فكتور H فكتور H ده برضه يشتغل ايه بقى؟ على C3B C3B ده داخل في ايه؟ داخل عندينا في الـ 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 كذلك كل واحد منهم يشتغل على طريقة C4 binding protein يشتغل على C4B وفاكتور H يشتغل على C3B والتنين وفاكتورز للفاكتور I اللي هو بيعمل كليفش للC4B أو C3B طيب الفاكتور I ذات نفسه فاكتور I ده المعلم الكبير ده اللي هو كل الناس فاكتورز لي تمام ده بيجي ووظفته الوحيد ان هو سيرين بروتيز بيعمل كليفش للC3B والC4B عن طريق الكو فاكتورز بتوه هو فده هشتغل على ايه برده برده هشتغل على C3 كومفرتيز والC5 كومفرتيز سواء الكلاسيكا الباثوية أو الالترنتيب باثوية طيب اخر واحد في المجموعة دي اللي هو البروتين S ده شغال على على الايه على المك الانهيبات مك فورميشن بيعمل بايندينج C5 P C6 C7 كومبليكس بيعمل بايندينج ليهم وبالتالي بيعمل انهيبات مك فورميشن المك البروتين S ده بتعليه مستيزة تمام بتاع الحالات الترومبوفيليا لما يحصل ديفيشن سي فيه بيحصل ترومبوفيليا تاني كاتيجوري بقى اللي هم الممبرين باوند بروتين الممبرين باوند بروتين دي تاني كاتيجوري من ال من الأ sıkسس ال كومبلبينت carr الترميشن�� في التالي بيعمل بروتين تاني كامبليبينت اكتافيشن بيحصل الموجودين يحمي الهوست سيل او الهوست سيلس من الايه من الدستركشن بايت كومبليميت تمام لو حصل ديفيشنسي في واحد فيهم بتحصل كومبليميت اكتيفيشن واحصل بقى دستركشن السيلسي تدينا ايه اشكال مختلفة خيب نبدأ بقى راح فيهم اللي هو كومبليميت ريسيبتر 1 هو CR1 والأمين فريطايبنج الاسم بتاعه ببسي دي ثيرتي فايف ده بيشتغل ايه بقى ده بقى يشتغل على كل الـ C3 كونفرتيزز كل الـ C5 كونفرتيزز تمام ادي عندينه بيشتغل على الـ C3B والـ C4B يعني بيشتغل الـ action بتاعه شبه الاتنين دول بيشتغل مع بعضك تمام خلاص الـ C بيعمل displacement للـ C2A from C4B خلاص انا بيتحد مع C4B فبيعمل displacement من الـ C2A تمام وبيتحد مع الـ C3B بيتحد مع الـ C3B فبيعمله displacement من الـ PB تمام خلاص بالتالي بيعمل dissociation لكل الـ Convertises بيتحد مع الـ C3C و C5C بتاعه بيشتغل كوفاكتور للـ C5C تمام برضه بيشتغل كوفاكتور للـ Factor H وهو بيعمل بيجي يعمل بايندينج لدولة عشان Factor H يجي ايه بيشتغل بيجي يعمل بايندينج لديهم كليبش وهو ده محصلة اللي هو الـ 2 دول اللي هو الـ أخي داته تمام بيعمل نفس الـ Action بابهم هم اللي تتم مع بعض تمام؟ اللي هو الـ Complementer Centro 1 ده طيب تاني حاجة بقى في الـ Membrane Bound اللي هو membrane cofactor protein اللي هو MCP نحن نقمن شوية MCP اللي هو CD46 تمام؟ ده بيشتغل ايه بقى برضه بيشتغل بنفس الطريقة بيعمل بايندينج اللي جند بتاعه C3P و C4P تمام بس ما بعملش ديسبلسمنت يعني مثلا لو انت C2A لسه دزق في C4P لا هو ما بعملوش ديسبلسمنت هو زي ما هو كده بعمل بايندينج معهم تمام ويجي فاكتور H بعد كده مكسرهم وهم موجودين مع بعض فهو قصة ديسبلسمنت دي مش موجودة في الممبرينكوفاكتور البروتيني اللي هو MCP تمام في حاجة Decay Accelerating Factor او CD55 تمام ده بتاع PNH واحد من البروتينيبرة PNH اللي بنشوفها البروكسيسمنوكترن الهيموغلوبينوريا فعالات الهيماتولوجي الناس دي بيبقى فيه الدفشنسي CD55 او CD59 تمام او بوث وبالتالي بيحصل هيموليسيس للاربسيس عشان مش عليها الريجوليتر ده اللي هو بيحميه من من الكمبيلمنت اكتيفيتشن فبالتالي بيحصل ال PNH تمام ايه وظفته ده الداف ده ده داف وظفت نعمل بايندنج للسي تري كونفرتيز نفسه تمام مش ملكيه الجواه مين هم السي تري كونفرتيز اللي نعرفهم السي فور بي اه سي تو اي والسي تري بي بي ده بتاع الكلاسيكال خطوي ده بتاع الالترنتي بيعمل بقى تمام بياخد السي السي فور بي اتحد منه ويبعده عن السي تو اي نفس القصة هنا بياخد السي ثري بي ويبعده عن البي بي طيب اخر واحدة البروتيكتين لو سي دي فيفتا ناين ده الملكيوري التاني بقى اللي بقى يعنينا ناقص عالاتة الايه البي انايتش فاركسز مالنكتونر الحيموجلوبينوري تمام احنا بتسميه في منع بروتيكتين هما بيسموه في الميتالشي سي دي فيفتا ناين مفيش خلاف تمام بايندينج بيعمل بايندج لمن للسي دي ات وفيه كنتب كتب انه بتعمل بايندج للسي دي سيفن والسي دي ات المهم في الاخر هو ما بيسمحش للCD9 ان هو يجي يعمل ويعمل اللي البور اللي هي بتبقى ايه بتبقى موجودة في السيرفس بتاع الميكروبيل سيل او الهوست سيل بيملع عن البور فورميشن فبالتالي ما بيحصلش ايه بيحصلش ايه الماد فورميشن كومبليتلي فبالتالي بيعمل انهيبشن الخطر فهو بيعمل انهيبشن يملك عن طريق ايه بريفنت البوليمرزيشن بتاع C9 طيب هنراجع مراجعة سريعة كده على ال تمام بنقسمها بطرقتين اول طريقة ان انا اسمع السولياب البروتينز او الموجودة في بلازما تمام وممبر مباوبر بروتينز موجودة على السيرفس بتاع السيل زي بلاد سيل زي الابسيل الاسيل والانديتيل الاسيل تمام الطريقة التانية في التقسيمة ان انا بقسمها حاجات شغالة على الانشياتر حاجات شغالة على الكنفرتيز تمام اللي شغالين على الانشياتر هو واحد بس اللي هو الانشياتر ده بيشتغل على الانشياتر بيشتغل على الانشياتر خلاص الباقي كل بقى بشتغل على الكنفرتيز الكنفرتيز دول عبارة عن اغلبهم كلهم كوفاكتور للفاكتور اتش كوفاكتور للفاكتور اي سوري تمام الفاكتور اي ده قدباشة كبيرة اللي بيجي في الاخر بيعمل الكريفش بتاع اي سوري بي و سوري بي تمام كل الباقيين تقريبا كلهم كوفاكتور للفاكتور اي ده خلاص معده مين معده الديف الديف ده الوحيد اللي هو اي مش كوفاكتور للفاكتور اي تمام اه طيب ايه تاني اه اه لما بنقول ان هو بيعمل بيعمل اه 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 اتش متل او سي فور بي انا هنا بيعني بيها الاتنين والسي فايف كومفرتيز لان هو لو اليحصتك في اللي بتاع السي تري هوا اصلا نبارة عن جزء مني بتاع سي فايف كومفرتيز وانسى اقول ان الفاكتور ده شيخال عالالسي تري بي لابده كده هيعمل السي تريشن للاتنين تمام لسي السي تري كومفرتيز والسي فايف كومفرتيز ونفسه بقصة في C4B تمام؟ فهو كده لما أنا خدت C3B من أي مولوكيور تمام؟ يبقى أنا كده عمل سواء C3 أو C5 أم أن C3 جزء من C5 تمام؟ فأخلي بالي من النقطة خلاص؟ فمقدرش أقول إن هو ده بيعمل 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 الاثنين مع بعض لأنه ده جزء من ده المفروض خاص؟ طيب هنا بيوضح بيوضح كده كل بيبقى فيها ده اللي هي الاولانية ده اللي هو الموجود على على السيرفيس بتاع الباثجين تمام؟ بيحصل للC1R والC1S تمام؟ بييجي بقى اللي هو الأخ ده بيعمل ويحصل الموضح موضح 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 تمام؟ الكمبل من كاسكيت حيقف. تمام؟ مش هيبتدي اصلا يعني. ده اللي هو برضو بنفس الطريقة دي بيشتغل مع الايه مع الفيكلين ومع ومع المنوز بايندين كليكتب. تمام؟ بيشتغل بنفس الطريقة سيوان انهبت. طيب تاني صورة دي. تاني صورة دي اللي هي بقى تمام؟ اه ادي عندنا اه اه احنا انا شارح اكتر اللي هو كلاسيكا الباثوي. تمام؟ فانت بقى يبقى بالمخ كده نطبقها احنا بمع نفسينا بتانيت الباثوي مفيش مشاكل. اه السي فور بي تو ايه فور بي وتو ايه مع بعض اهو. ومعهم السي ثري. خلاص تمام؟ دول الكمورتيز ده الكمورتيز بتاع السي ثري. خلاص؟ بيعمل ايه؟ بيعمل كليفش بيطلع السي ثري ايه وسي ثري بي. تمام كده؟ طيب هنا بقى حيودي لي ايه للرجلات الموجودة الصورة دي اعتقد شرحناها قبل كده. الصورة مشابه ديها. ادي عندنا اه الفاكتور اي داخل اهو باللون الاغضر. تمام؟ اه داخل مين في المناطق اللي فيها الكوفاكتور سيبيتوه. واحمل الفاكتور اللي هو الممبرين كوفاكتور بروتين اهو. السي ار ون. السي ار ون. تمام؟ ده كوفاكتور لي برضو. والسي فور بايندين بروتين ده كوفاكتور دي. الداف? لا مش كوفاكتور لي هو بس بيعمل بايندين شي فور بي. ويبعده عن 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 C2A. خلاص؟ بيعمل فقط. مادوش دعو بفاكتور اي ولا حاجة. خلاص? ليه دعو بفاكتور اي لهم الثلاث التانيين. السي ار ون والامي الامي سي بي والسي فور بايندين بروتيين تمام دول آآ بيعملوا مبين السي فور بي والسي تو ايه فبالتالي فبالتالي مش هيحصل مش هتكون السي ثري كومفرتيز فمش هنلاقي المنظر ده بعد كده اللي هو ايه بتاع السي ثري السي ثري بي والسي ثري ايه تمام طيب هنا برضو في الرسمة دي جاي بسي فايف كومفرتيز تمام آآ اللي هي اللي هي هو ده بتاع ال آآ تلسك الباثوي ده بتاع الالترنت الباثوي تمام وده السي فايف اهو جاي عليهم وبيميلوا كليبج للسي فايف لسي فايف بي سي فايف ايه تمام طيب آآ الريجوليتورز بقى اللي بتيجي عندينا عندنا السي وان السي ار وان تمام آآ والاتش دول بيعمل ديسبلسمنت للسي ثري بي يعضوه كده بيعمل له باينيك ديسبلسمنت او ديسستيشن اوف سي فايف كومفرتيز تمام بس هو بيعضوه على جنب بييجي بقى الفاكتور اي يوم ايه يوم اعمل له زي المقصة كده يوم مقصه ايه يبعا يدينه في الاخرى الان اكتيفيتد سي ثري بي تمام اخر حاجة بقى الماك اهو تمام سي دي سي دي سي دي سي دي ايت تمام اه بتاع البي ان اتش ده بيتحت نوع فيه كتب بتكتب اللي هو بيعمل باينيك للسي دي ايت وفيه كتب بتكتب بيعمل باينيك للسي دي سيفن وسي دي ايت تماما في الاخر بيمنع من كولموريزيشن بتاع السي دي ناين فبالتالي مش هيحصل فور على السيل سيرفس وبيعمل محسنا للهوست سي الكلام الدلوقتي عالكمبيلمنت دي سي ديفيشنسي بيسموه 3 اعني هو قصده مستشكلة أو باستخدام مستخدام مستشكلة حيث أن نفس الحالة مث council of Aquila�� يمكن أن نتعب له المنتج به سواء الفضل جميعها الشخص 일본 المنين النوع الثاني اللي هو ايه بقى الكمبلومينت ريجلياتر بروتين ديفيشنسي بيحصل معها ايه واخر حاجة الكمبلومينت ريسيبتور ديفيشنسي بيحصل معها ايه طيب اول حاجة نتلم عليها في الكلاسيكا الباثوي بروتينز اللي هم السي وان كيو السي تو والسي فو تمام؟ دول يحصل الحاجة اشهر واحد فيهم C2 ديفيشنسي ده اشهر واحد اليومان بيحصل لديفيشنسي تمام؟ نقوا ان خمسين في المئة من البيشنس اللي عندهم C1Q أو C2 أو C4 ديفيشنسي تمام؟ ديفولوب سيستميك لوبس ايرثوماتوبس تمام؟ السبب او ميكانيزم بالزبط مش معروف تمام؟ دي اول نقاط لقوا كمان ان في defective clearance بتاع الامينو كومبليكس كلاسيك الباثوي الاكتفاديشن بتاعه بيعتمد على موجود امينو كومبليكس فبالتالي الامينو كومبليكس ده ده في الاخر كليرد عن طريق كومبليمت عن طريق عن طريق واوبسونيزيشن والفاجوسيتوز والقصة اللي حكينا فيها دي الفترة طيب لو هو في defective كلاسيك الباثوي ده البروتينز بتاعته بالتالي هيحصل الامينو كومبليكس مغير ما يحصل لها removal أو clearance وعملين حاجة اسمها امينو كومبليكس ديزيز تمام يبقى المميز لهم دول C1Q C2 C4 ديفيشنسي 50% من الحالات والامينو كومبليكس تمام طيب هل هل ممكن يحصل معاهم ديفيشنسي ان انا لاقي انكريز بكتريال انفكشن مع ديفيشنسي بتاعه كومبليمينت بروتين بتاعته كلاسيكال باثوي طيب C3 دا الواحد C3 دا مش بس موجود في كلاسيكال موجود كمان الالترنتيو كله في الاخر بيصب في مين في C3 C3 دا زي السامولة اللي بتحرك أو المصمار اللازم عشان تتحرك المكنة كلها تمام فهو قلب المكنة لو حصل له ديفيشنسي تبقى كارثة يعني تخيله بقى C3 بقى الفانكشن بتاعته بيكوننا الكونفيرتيز تمام بتخلق تكوين الكونفيرتيز الـ C3 بي مسلا بيقات از اوبسنين اوبسنين دا بيتعرف على الكمبلمينت الكمبل المنطر بيتعرف عليه بتعمل فجلس هيتوز المكروب عن طريقه تمام فلا دا بقى وضعه مختلف تمام دا الديفيشنسي بتاعه او لقوا فيها Increased Infection By Biogenic Bacteria تمام عشان C3 دا يعتبر عامل مهم داخل في كله بينما الثلاثة اللي فوق دول مرتبطين بس بكلاسيكا الباثويين وهو جزء بس من الباثويز هو اللي حصل له بيت الباثويين شغال زي الفل بالتالي ايه ما فيش قصة Increased incidence of Biogenic Bacteria موجودة بس من C3 Deficiency النوع الثاني اللي هو المرحلة الثانية اللي هي Alternative الباثوي بقى بروتينز زي برو بردين و فاكتور بي برضو الديفيشنسي بتاعهم لقوا Increased susceptibility to infection by biogenic bacteria تمام؟ بالتالي الكمبولت تالت بتاع الباثويز المنوس بايند اللي هي الديفيشنسي بتاعه ده نتيجة بتحصل في الجين الانكودينج المنوز بايندينجيليكتب تمام وديه ريلاتيفلي كومن حوالي خمسة في المئة من البوبيوليشن عندهم ديفيشنسي في المنوز بايندينجيليكتب تمام نتيجة الايه ميوتيشن حصلت في الجين ده تمام اه الديفيشنسي ده استشيالد ميوتيشنسي تمام ميوتيشنسي فيه انكريس دي انسيدنس للبكتيريال انفكشن ان ايرلي شايلده تمام برضو الماسب 2 انزيم لو حصل بحصل في احيانا ريكوردد حالات ان هي اه فيه ديفيشنسي ممكن يحصل فيها وبرضو بتيجي بنفس الصورة اللي هي بكتيريال انفكشن ان ايرلي شايلدهود سيتدخل حاجة بقى ديفيشنسي في ماج كومبوننت سرقن سرقن سي 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 سبن ايت ناين تمام دول بيعملونا اللي هو الميبرين اتاك كومبليكس اللي هو بيعمل بورز في السيرفس بتاع البكتيريا تمام ده افكتف اوي اجنسة البكتيريا اللي هي في نقول زي ناي سيري تمام زي ناي سيري فبالتالي الديفيشنس في اي كومبونت من الكمبونت دي بيعمل لي سواء نيسيريا نينجيتيتس او نيسيريا جونورية تمام هتكلم بعد كده على الكمبليمت رجلاتوري بروتيين ديفيشنسي تمام اول حاجة عندنا الديفيشنسي بتاع السي وان انهيبتور ده زي ما احنا قلنا ان هو وصفته يشتغل على اللي هو السي وان مولوكيول والامي بي بيعمل اي بيسحب الانزيمز اللي هو معهم زي بيسحب السي وان ار والس الموجودين مع سي وان كيو وبيسحب كمان الماسب وان وماس بتوقع الموجودين مع الفيكلين وامي بيقال فبالتالي بيجردهم من الايه من الانزيمات اللي هم هتكمل معنا بيات الكاسكيد فبالتالي الكاسكيد مش بيكمل خلاص ده من نوع من تمام طيب لو ده بقى ده هيبقى فيه خلاص تمام وهو ده اللي بيسموه هيرتري انجيو نيريتك اديما او هيرتري انجيو اديما عارضه تمام هيرتري انجيو اديما ده وتسوم الدومينانت ديزيز تمام فيه الفيشنسي للسي وان اتش بيفتقد فيه اللي بيعمله السي وان انهيبتل تمام الميكانيز الميكانيز بيحصل ازاي عن طريقتين اول طريقة فيه انجريز حاجة اسمها سي تو كاينين تمام احنا عندنا فيه سبونتينيوس اكتيفيشن اه للكومبيلمنت فيه كمية كبيرة من السي تو هتتكون عندنا تمام سي تو ده احصل الله لكليفش لسي تو اي ده اللي هو اللارجر فرجمنت زي ما قلنا اللي بتعمل لسي تو بي دي دي بتتحول لحاجة اسمها سي تو كاينين ده معناه مولوكيول مسؤول عن انه يعمل قصة اللي هو اي انكريزد فاسكرا برميابيليتي والتيش اديما والفازو دايليتيشن كل القصص دي مسؤول عنها اي اي حاجة باخرق من كاينين يعني فسي تو كاينين سي تو كاينين مسؤول عن القصة دي جاي منين جاي من سي تو بي اللي هو السمولر فرجمنت بتاعة السي تو تمام نتيجة الايه الكرونيك اكتيفاشن لكوبليميت سيستم تمام ده اول 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 ميكانيزم تاني ميكانيزم ان السي وان اي ان اتش انهيبتور تمام بيمنع تحويل الكاينين للبريدي كاينين تمام خلاص فطالما غاب السي وان انهيبتور يبقى فيه يدينا كمية كبيرة من بريدي كاينين برضو كاينين نفس قصة سي تو كاينين بيعملنا بازو دايلاتيشن وانكريز باسكرة بالمعروف والاديما وبقصص دي كلها تمام هم دول الميكانيزمين انكريز سي تو كاينين والانكريز بريدي كاينين تمام العيان ده بتيجي بماية بعيه؟ بيجي 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 كلينيك الي انترميتنت اكيوت اكيميليشن او اديما ديم الفلاود في السكين وفي الميكوزة تمام بيجع عنده ابدومنا البين وفومتين ودايريه وحانا بتوصل لمراحل انهاي لايف ثريتنينغ ايروي ايه اوستراكشن هالانجيوهراتري اديما دي دي مش اليرجيكه دي مش اليرجيخ خاص تمام يعني في ناس تفكرها الاليرجيكية مش الاليرجي خالص تمام كده ونوت مديدة باي هستامين هي مديدة باي بريدي كاينين والاي و سيتو كاينين اللي احنا شرحناهم عشان نتيجة فيه مشكلة انه بيحصل سبونتينيوس اكتيفيشن لكملوم الباثوي خرونيك سبونتينيوس اكتيفيشن لكملوم الباثوي تمام العلاق التشفيز بتاعه ازاي بانشخاصه ان بنائس بلاسما ليبل بتاعت السي وان انهيبتو تمام بنلاقيها عشان يحصل السيمتوم دي اللازم يبقى اقل من 20-30% من النورمال تمام عشان يبدأ ايه عشان يبدأ العراض تظهرين تمام وحلاقي برضو العامات السي 2 و السي 4 اللي هم اللي هم الكلاسيكا الباثوي الكلاسيكا الباثوي كومل من بوتين حلاقهم حصلان كونسومشن وحلاق الليفل بتاعهم تمام فبنشتاق بنائسه بتات حاجات السي وان انهيبتور بقيسه وبقيس كمان السي تي والسي 2 والسي 4 خلاص التريبين بتاعه ازاي التريبين بتاعه بيبقى فيه سي وان انهيبتور بيتاخد وبيعالج العين اللي عنده ديفيشنسي في السي 1 انهيبتور ثاني حاجة هنتكلم عليها في ال ال اللي هو ال اللي هو ال اللي هو ال اللي هو ال المهم الداف لو تفتكروا ده بيشتغل بيعمل بايندينج لل سي 3 كومفرتيز وبيشتغل كوفاكتور للفاكتور او تمام في الاخر بيعمل ديستيشن لسي 3 كومفرتيز فبالتالي ايه بيعمل بيكونش سي 3 بي زيادة فبالتالي بيعمل بيعمل لقصة ال 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 بيعمل للمين للمرحلة الاخرانية اللي هي المج بروتينز بالذات ال بيمنع البوليمرزيشن بتاع ال تمام بيمنع بيمنع ده فبالآخر ما بتكونش او الخرم اللي هيتبع على السيرفيس بتاعت اللي بيحصل في الاخر تمام فهو بيمنع القصة ده الاتنين دول موجودين عادة في السيلس حماية من حماية السيلس دي الهوست سيل من الكمبيلمنت اكتيفيشن بتاع الكمبيلمنت باسويه بحيث الكمبيلمنت باسويه يصيب بس الايه ال البكتيريال سيل او البوتوجين بعيدة عن الهوست سيل تمام موجود فين دول لو تفتكروا دول قولنا اللي هما من السوليابل مش من السوليابل دول من اللي هما الممبيرين باوند بروتينز بروتينز موجودين في ال موجودين في ال سيلز وموجودين في ال واحي حاجة في الفاسكلر بتعدى في المسيلز بتبقى غالبا اي سيلز موجودة هناك بيبقى عليها البروتينز دي تمام اللي بيحصل بقى ايه هنا؟ اللي بيحصل إن هم البروتينيات دي ال... الاثنين دول هل بيسموهم جيد اي لينكيد بروتين او يعني معلقة ده هو عبارة عن ايه ادت سيل ميمبرين طالع منه اكستر سيلور لكده بروتين اسمه جي بي اي تمام الجي بي اي ده معلق عليه بقى وانكورد ده ده عديه في كذا بروتين تمام منهم السيدي فيفتي فايد اللي هو الداف والسيدي فيفتي ناين اللي هو البروتين تمام فدول اللي تنده بسموهم ايه جي بي اي انكورد بروتين تمام سيل ميمبرين في جي بي اي طالع وهم معلقين كده ايه اكستر سيلور كده يعملوا بقى الرول بقى اي اي جاي او اي سي سي جاي وهم ايه مبطلين الاكشن بتاعه بحيث يحموا السيرفيز بتاع ايه بتاع او الميمبرين بتاع الهوست سيل من اي اتاك من الكمبيلومنت بروتين تمام اللي بيحصل بقى ان في انزيم اسمه بيج ايه بيج ايه ده بيبقى موجود في السيلز عادة تمام بيجي ستيم سيلز بيحصل لها اكوايرد ميوتتشن مش انهاريت بقى اكوايرد ميوتتشن تمام وهي تنقسم كده فبيحصل ميوتتشن في مين في البيج ايه ده البيج ايه ده هو المسؤول عن تكوين جي بي ايه اللي هو ايه اللي هو الجلوكوزا الجلوكوفوسفاتيديل انسيتول اللي هو البروتين موجود اللي حيتعلق عليه كله بقى ايه فالبيج ايه ده الانزيم الجين بتاعه هيحصل له فمفيش بيج ايه هيتكون الاول انزيم ده فبالتالي مفيش ال جي بي اي هيتكون فبالتالي مفيش الدافل بروتكتن هيتكون حاجة هيتش علاقه فيها مش هيلقه فمش هيتكون موجودين الاساسي تمام كده طيب طالما هم مش موجودين الاثنين دول يبقى كده في ايه بقى يبقى فيه هيحصل اه اكتيفيشن لكم اللي مفيش بالذات عند النقطة اللي هي بالنسبة للداف واللي هي الماك الماك كومبليكس اللي بيتكون في الاخر اللي بيعمل بورس اللي بيحمينها منها بروتكتن تمام بالتالي بيحصل موك يحصل همولز للاربكسيز عادي طالما هم دول مش موجودين هيحصل همولز للاربكسيز عادي هم اللي بنت هيعمل هستله اكتيفيشن ويكمل خطواته للاخر بفيش حاجة تمنعه بيحصل الاربكسيز ديستركشن وهو بقى كاركترايز باي الكارنت اتاكس اف انترافاسكولار هموليسيز انترافاسكولار هموليسيز تمام اه بسبب ايه بسبب الاربكسيز سيرفيس اكتر واحدة وهذا الاربكسيز بس الافكتن لا الوايط بلات سلس كمان افكتن لما بنيجي نشوفها بالفلو بنشوف السيدي ففتي فايف والسيدي ففتي ناين بالفلو باللي وبيقسموها بقى حسب الديجري والديفيشن سي مش عارفة المايل والمودريت والسيكير والقصص كده تمام اه حادينا في الاخر بيكشور اوف كورونيك هموليتيك اناميا واحيان بيحصل معها فينس ثرومبوزيز اه انبه بس على نقطة ان هي القصة دي نوت انهاريته القصة دي اكوارد ميوتيشن في الهيماتوبوتيك ستيمسيز تمام الميوتيشن في الجين بتاع البيج اي انزاين اللي هو بيعمل الجي بي اي تيل اللي هو بتشعلق فيه او انكورد ليه اللي هو ايه الداف والبروتكتب تمام الثالث حاجة الفاكتور اي لو تفتكروا الفاكتور اي ده اللي هو المعلم الكبير اللي هو بيعمل كليفج للسي فور بي تمام يعني بيقضي على اي كومفرتيز سي فايف كومفرتيز او سي سري كومفرتيز من الباثويز اللي هما الكلاسيكا الباثوي او الالترنتيب باثوي هو كفيل بالقضاء عليهم وفيه الصب يبتوع بقى اللي هما بيما هدوله الطريق الامي سي بي والداف والفاكتور اتش والكمبي الميتر سيبتور وان تمام؟ طيب الديفشن بتاعه بيحصل ايه بقى؟ بيحصل اه 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 ده هي لنقطة طبقةпов قيمتور بيها الصوتي بتاعه بيحصل اه 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 هي حصل سي ثري كومفرتيز تمام بالمثال يعمل ايه يعمل كليفجل سي سري وبالتالي البروسيس دي حتشتغل عاية ما السي ثري اللي متصنع كله يحصل له باقتل طبال بالتالي هحصل في الاخر نوع من الكمبل مدفيجنسي فبالتالي انكريز بقى اوراس تمام بيعمل حاجة تانية كمان اللي هي اتبكا الهيموليتك يوريميك سندروم أو الاتيبكال هاس تمام؟ لو تفتكروا ده في الهيماتولوجي عبارة عن مايكروانجيوباثيك هيموليديك أنيميا في أنيميا ديكريز دي هموغلبين وتكليو سايتوزيس وشستو سايتوزيس وديكريز دي الدي اتش وديكريز دي هابتوغلوب تمام؟ وفيه كمان بيحصل ديفكتف مينو كومبيلكس كليرانس تمام؟ أو ريموفر بالتالي ممكن يحصل وممكن يحصل أكويدو ترينا الفيلير هلاقي إليبيت الكرياتينين وفيه بريوتينيوريا ورينال داميش وحلاقي ممكن يأثر يعمل هايبرتينشن ويعمل مشاكل بقى سيستيماتيك في كذا مكان تاني في الجسم تمام؟ ده هو الاتيبكال هيموليتك يوريميك سندروم الفاكتور الاتش ومسي بي وفيه دول السوبيا بتوعي الأخير من الفاكتور الاتش ده ونوعا ما بيبقى ايه بتاعهم بيبقى مشابهة ليهم بيحصل برضو كونسامشن للسي سري تمام؟ وفيه وفيه يعني هو فيه زي الليل معين فارينت او الليل معين من الفاكتور الاتش بس تشجد معه ايج جيليتد ماكولر دي جينيريشن في العين الماكولر في العين بيحصلة دي جينيريشن تمام؟ بيبقى في السن المتقدم يعني اشتركوا في القناة بيبقى في الحاجة هنتكلم عليها الكمبيلمنتر سيبتورس ديفيشنسي اه اه اشهر واحد فيهم اللي هو سي تري سي اي كومبيلمنتر سيبتور سري كومبيلمنتر سيبتور فور ديفيشنسي تمام؟ لو تفتكروا احنا قلنا دول ديهم اه فيها اه والانهانس تمام؟ خلاص اه دي وظيفة اللي هو ايه السي تري بي مولكيوتس اللي بتبقى موجودة دي بتاعتها اللي بتتمكن ان هي بتعمل الموجود على السيرفس بتاع الميكروب فبالتالي دي بتكون موجودة على الفاجوسايتس بيقدر عن طريقها الفاجوسايتس ان هو يتمكن من الميكروب يحمله ايه تمام قلنا ليها فانكشن تاني بقى اللي هي ايه اللي هي بتشتغل كأديجا ملكشون قلنا هي عبارة عن نوع من الانتجرينز قلنا لها في الفا ساب يونت وليها بتا ساب يونت البتا ساب يونت سيدي ايليفن بي بنسبة للسي ار تري و سيدي ايليفن سي بنسبة للسي ار فو البتا ساب يونت بتاعتها اللي اتنين دول هم سيدي ايتيم سيدي ايتيم دي دي بقى اللي فيها مشكلة تمام دي بيحصل فيه احيانا انتيجة النتيجة بيحصل تمام اه السيدي اتن ده اه لما يبقى مش موجود الريسبتور دي كلها بتبقاش موجودة تمام فبالتالي بيحصل اه حاجتين اول حاجة تمام مفيش اي بيحصل بس هي ان هنا افاجوس هيتوز بعد الاوبصنايزيشن هو اللي بقى فيه مشكلة عشان ريسبتور دي مش موجودة تمام اه وتاني نقطة اللي هي في الليكوسيديك أدهيجن فالسندروم اسمه الليكوسايد أدهيجن ديفيشنسي أو اللاد ده في منه سري طايبس لاد وان و لاد و لاد ثري تمام بيحصل احنا قلنا اللاتيجة ملكولوزفتها من وظفتها ان هي بتعمل ميجريشن لليكوسايدز جوه البلود فيسلز على الانديثيلز تمام الانديثيلز سيلز عليها أدهيجة ملكولوكيور والانتباضي والسوري والليكوسايدز عليها الليكوسايدز بتاعه او العكس وبعد كده ايه بيروح من اللوكوسنترشن الهي كوسنترشن يروح بقى الاجينسة ايه اجينسة الانفرماتوري سايدز وسايدف اينففشن والحاجات دي كلها وتعمل الاكشن بتاعها هناك طيب طالما فيه ديفيشنسي في السديدية 18 يبقى بالتالي مفيش ولا سي ار ثري ولا سي ار فور فبالتالي فيه ديفيكتف ديكوسايد ادهيجن فما اقدرش الليكوسايدز تعمل ميجريشن للايه المواقع بتاعتي تمام عشان تقدر تعمل الايفكتف بتاعها تمام ده اللي هو بسبب ايه بسبب 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 طيب باخر حالة هنتكلم عليها بمخاضر ان شاء الله الاستراتيجيز يوزد بايباثوجيز تو انهيبت دا كومبيليمنت سيستم اول حاجة عندنا زي مثلا كل ما كانت الول بتاعت الميكروبي السيك او فيها كاتسول كل ما ده بتبقى ريزيستنت للميك تمام نمثل لها الجرامبوسط البكتيريا والفانجوي تمام بتبقى لها في كول في بقى الاسبيسيفيك استراتيجيز تمام الاسبيسيفيك استراتيجيز دي يندرق تحتها كذا بند تمام اول بند فيه ملو اتراكتيج the host complement регулятор بروتين to their مكروبي surface يعني المكروب هيعمل اتراكشن للرجلاتور بروتين للتعمل الانهيباش على المكروب السيرفيس بتاعه الاول ممكن تعمله على المكروب السيرفيس اللي هو الفاكتور H الفاكتور H ده بيعمل بايندينج بايندينج جولوكوزا مينو كلاكانز بيعمل برضو بايندينج يسألك اسد تمام الحاجات دي بتبقى موجودة على الوست بس مش موجودة على المكروب البروتين زي بتعمل بايندن للفاكتور H تمام زي مين زي النيسيريا والنيجي تيديس بتعمل بتصنع بروتين اسمه فاكتور H بايندن بروتين ده بايند للفاكتور H في البورييلا برجدروفيري دي بتعمل اكسبريس الاوتر سيرفس بروتين E أو اسي بييي تمام ده بايندن برضو للفاكتور H استراد كوكا النيموني بتصنع بروتين اسمه لومو كوكا سيرفس بروتين C ده بيعمل برضو بايندن للفاكتور H في حاجات بقى بروتينات بتجذب ناحيتها الفاكتور H تمام زي الـ HIV الـ criacoprotein 41 بتاع HIV ده بيقدرم الـ recruitment للفاكتور H ناحيتها في طريقة احنا قلنا فاكتور اتش بيعمل بايندج لسالك اسد في باتوجينز بتعمل ترانسفير للهوست سالك اسد على سطحها وبالتالي بتجذب الفاكتور اتش نحيادها زي الشيستوسومة تمام وزي النايسيريا جونريا الاثنين دول بيعملوا ترانسفير للهوست سالك اسد فبالتالي بيعمل ركروتمنت الفاكتور اتش ان يجي على السيرفس بتاعها في حاجات بقى هي بتصنع السالك اسد زي يمين زي بيشريشيا كولايكيون وناثيريا مانينجي تيتس تمام دول بيصنعوا السالك اسد وبيجذبوا نحيادها الفاكتور اتش طيب غير الفاكتور اتش عندنا الداف والبروتكتن انا قلنا دول جي بي اي انكورد بروتينز تمام بيبقوا ايه بيبقوا متعلقين متشعلقين كده في السيرفس بتاع السيل بيعملوا الانهبيتري فانكشن او ركولاتري فانكشن بتاعتهم مجرد ما اله اي في بيشوفهم بيعملهم انكوربوريشن اه لبروتينز دي على سطحه هو فبالتالي بيعملوا اله بتاعهم فما بيتقصرش بالكمبيل من سيستم تمام ده بالنسبة اله اي بي الى السيرية من الجي تنيزيز مثلا السي aurumemberont كتيell اسمه بور ي ده يعمل بايندين من ال ال فبالتالي ده بيع منبالي من C4B ويعمل من C4B C2A وبالتالي ايه هيوقف الكمبليمت كاسكيد عنده طيب تاني خطوة بتحصل اللي هي يعني هو بيطلع بروتينز انهيبذري لكمبليمت كمبليمت تمام؟ هنمسك امثلة منها ادي هنا البوثيجين واد البروتين اللي بيصنعه واد الفونكشن بتاعه تمام؟ اول واحد اللي يشرك قولاي نصرنا على C1Q Binding Brutein يعني بروتين بيعمل بايندين لل C1Q فبالتالي هيعمل الانهيبشن الFormation الكمبليكس بتاع C1M اللي هو عبارة عن C1Q والC1R والC1S الكمبليكس ده مش هيتكون اساساً فهي ايه؟ البروتين ده بيلعب على الانشيطوف بتاع الكلاسيكال بوثوي فيه اللي هير بايندين بالسيبليكس فيروس بيصرنا حاج اسمه بلعب بلعب بلوتين C1 ده بعمل ايه؟ ده بعمل ايه؟ المين للسي ثري كومفيرتيز بتاع الولتنات الباثوية تمام؟ هو بيمنع البايندين للسي ثري بي اللي في السي ثري كومفيرتيز البرو بردين فبالتالي ما بيحصلش السي ثري كومفيرتيز فبالتالي بيأثر على كلاسيكا الباثوية تمام؟ التريبانيسوم مكروزي على الانتهى الجي بي شغلاكا بوتين من 160 تمام؟ ده بيع من البايندينج للسي ثري بي البايندينج ده حامل بريبنت فورميشن والسي ثري كومفيرتيز وفي نفس الوقت أكسلاريت السي ثري كومفيرتيز بيكاي تمام؟ يعني هو ولا يسامح ان السي ثري كومفيرتيز يكون ولا فيه السي ثري كومفيرتيز يكون بخليه تحلل يعني الفاكسينا فيروس بتفرس بروتين اسمه VCP1 ده ستركشري ريزيمبلز للهيومن سي فور بايندينج بروتين تمام؟ خلاص بالتالي هو بقدر يعمل بايندينج لسي فور بي و سي ثري بي وبالتالي بيعمل أكسلاريت للدكاي بتاع السي ثري و سي فايف كومفيرتيز السي ثري كومفيرتيز السي ثري كومفيرتيز عندنا اللي هي ثلاثة أبسلة أول واحد بروتين بيصنعه اسمه SBA اللي هو استفيله كوبكة بروتين A استفيله كوبكة بروتين A تمام؟ ده بيعمل بايندينج للاي بقى للآي جي جي فسي ريجون تمام؟ وبالتالي بيعمل انترفيرنس للسي وان ريكروتمنت انت اكتيفيشن نعرفين ان هو سي وان كيو بيعمل بايندينج للاي بايندينج للاي بايندينج للاي بايندينج هيشغل بايه بالSBA ده وبالتالي مش هيحصل ايه اكتيفيشن للسي وان وبالتالي مش هيكمل معانا كومبليمنت كاسكيب تاني بروتين بيصنعه اللي هو السك السك ده اختصار كلمة استفيله كوبكة اوريس كاينيس استفيله كوبكة اوريس كاينيس ده يعمل بطريقة هو كليفن ile amine globuline missile bound to the pathogen membrane تمام موجود على الباتوجين بايندينج كوبكة انتعابود فاغوسيتون يعني ييجي كده على الامينو الباين сумمين جلو بالمنابئة تمام على creature فبالتالي مفيش اي كومبليم داكتيفيشن هيصل. اكريسك البصوي مش هيبدأ يشتغل عشان ايه ما اللقاش اللي هو هيبدأ بيه شغلة بتاعه. ثالث نوع اللي هو استاف اوريس اس سي اي ان. اختصار استريبت كوكر كومبليمينت انهابتف. تمام استريبت كوكر كومبليمينت انهابتف. ده بيعمل بايند بايندينج وانهابتشن للبوث كلاسيكال والترنتيف سي ثري بوثويس. تمام? اه سي ثري كومبيرتيز سوري. تمام? سي ثري كومبيرتيز ده قلنا ده المحطة الاولى المهمة اللي بتصب فيها كل البوثويس. فبالتالي اه اه طالما لابينا الكلاسيكال والترنتيف هيتلغي معهم كمان الليكتين بوثوي عشان هو مربوط كلاسيكال بوثوي. فكده هيوقف اه دنيا كلها. تمام? ده اسمه ايه? ده اسمه استريبت كوكر. اه كومبليمينت انهابتل. اي انهابتل. الاخر حاجة عندنا اللي هي كومبليمينت انهابتل. تمام? احنا عندنا قلنا في حاجة اسمها انفلاتوكسنز زي C3A و C5A. اه الانفلاتوكسن دي اه الفونكشن بتاعتها اه ان هي بتعمل 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 اكريز الفاسكولر الانفلاتوكسنز زي. اه ممكن تتلاقي عن طريق اه بروتين بتصنعه الاستريبت السافيلي كوكاي اسمه كيمو كاين انهابتل بروتين. تمام? كيمو كاين انهابتل بروتين او اه هيقل الانفكت بتاعه وبالتالي مش بيعمل ايه بيقل الانفلاميشن اللي هو بيعمل الكمبليمينت. اه بكده تكون المخابرة انتهت تمام? ارجو ان تكونوا فهمتو. ان شاء الله في درس جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا